السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي وبناتي طلاب طالبات السنة العامة يا رب تكونوا بخير. معنا درس مهم جدا النهاردة وهو انواع اللام في اللغة العربية. ومعانا لام الام معانا لام الجحوت معانا لام التعليل ومعانا لام التوكيد. وتعالى نبدأ بالنوع الاول وهو لام الامر. ونعرف ازاي لام الامر من باية انواع اللام. لام الامر بتحول الجملة الى طلبية. وكمان بتجزم الفعل المدارع بعدها ودايما بتكون مكسورة. طب زي ايه? لتجتهد. لتجتهد. اللام اهي مكسورة. وطلبية. وتجتهد ازا فعل مدارع مكسوم. ده كده النوع الاول من اللام وهو لام الامر. طيب تعالنا انتقل للنوع التاني من اللام وهو لام الجحود. طيب هنعرف ازاي لام الجحود. لام الجحود لها شروط. فبايه شروطها? اول حاجة هي تفيد الانكار او النافي لذلك سموها جحود. شروطها بقى تسبق بكون منفي. يعني كان وادت نفي. وهي تنصب الفعل المدارع وايضا تكون مكسورة. ما كان المؤمن ليكذب. اهي سبقت بكون منفي ما كان. طب بس في شروط تاني لازم تتصل بخبر كانة او ليكذب. ازا انطبقت الشروط سبقت بكون منفي واتصلت بخبر كانة. ادي كون منفي. ازا اللام دي لام جحود? وازا يكذب طبعا فعل مدارع منصوب معروف ان لام الجحود من ادوات النصب. وننتقل للنوع الثالث من الانواع اللام وهو اللام التعليل. معروف هي لام تعليل. ازا هتفيد التعليل يعني بتبين سبب ما قبلها. طيب وهي من ادوات ايه? من ادوات نصب الفعل المدارع. يعني الفعل المدارع بعدها منصوب. وايضا هي مكسورة. طيب زي ايه معانا? اه اكتهد لانجح. لماذا اكتهد السبب لانجح? فهي تعليل لما قبلها. وايه هي من ادوات نصب الفعل المدارع? ازا انجح فعل مدارع منصوب. ودي كده لام التعليل. طيب طبعا ننتقل لانه على الاخير وهو لام التوكيد. واللي هي بتأتي دائما معا انه. وتفيد التوكيد. ازا هي من ادوات التوكيد وملهاش اي تأثير في عراب الفعل المدارع. يعني الفعل المدارع اللي هتتصل به هيكون مرفوع. طيب تشكلها ايه? مفتوحة. ان التاريخ لا يعيد نفسه. ان التاريخ لا يعيده. طيب قدي انه والتاريخ اسم انه. طيب اللام هنا جات مع خبر انه. ازا اللام دي هي لام التوكيد. نسمي لام التوكيد ايضا المزحلقة. لان في الاساس كانت هي لام ابتداء متصلة بالتاريخ. لما دخلت معها انها اتصلت بالخبر. ويمالهاش اي تأثير في العربية انا اعتبرها مش موجودة. ويعيد فعل مدارع مرفوع. وبكده يبقى انتهينا من انواع اللام. ونقولهم مرة تانية. لام الام لام الجحود. لام التعليل. لام التوكيد. وفقكم الله. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.